أهلاً وسهلاً بحضراتكم مرة أخرى عزائي المشاهدين خلوني أراحها بديو في نجومنا الكبار النجم الكبير كابتن علاء ميهوب زي كابتن علاء زي كاسلام شرف النور حبيبي ربنا خلي أيضاً النجم الكبير كابتن أسامة عرابي زي كابتن أسامة الله خليك أسلام شرفين ومن نورين كابتن علاء أبدأ بيك أولاً نتيجة مباراة 1-0 وهي نتيجة كلنا كنا عايزينها أنت تأخذ الثلاثة نقر طيب نوعيك في المباراة بشكل عام مبدأنا يا إسلام هو النهاردة في أي حال من الأحوال أنت مش تحاسب هاب جلال لعبت بوراك ويسة لعبت بوراك سيئة كسبت خمسك تعادلت اتغلبت دي بره عن هاب النهاردة بس النهاردة لأنه استحالة النهاردة بس يعني لا النهاردة النهاردة عند عزن أربع خمس تمريرات استحالة من مدير فني ممكن يعمل لكن فيه شوية حاجات ممكن تتكلم فيها التشكيل هو المسؤول عنه يعني فيه حاجات النهاردة بدأت في تشكيل من وجهة نظري يعني التشكيلة مش هي دي التشكيل يعني مثلا مرموش ما يلعبش رس حربا نوعي ده مش مكان يعني المفروض لو عايز تبدأ إبدأ أبا مصطفى يعني الآن مصطفى محمد إبدأ أبا أحمد عاطف رس حربا رس حربا كويس أربعة أثنين ثلاثة واحد مش إمام هايل يمين أو شمال لا يمكن يشط لك كمان من نص الملعب جميل وهو النهاردة ستة تمانية هيا دي كان بيحاول عملها وعملها على فترات الإسلام لكن عشرة اللي هو مسؤول عن طريقة لعبك وشكل أدائك الهجومي واستحوازك وكده لا مش إمام دي أتكلم فيها مع أهاب لكن بغضر نظر على النتيجة زي ما أنت بتقول فإلا بتفع معاك إنك أهم حاجة النهاردة ثلاث نقاط لكن لو اتكلمت على الأداء ما فيش حد في الفرج على المباراة مبسوط من الأداء منتخب مصر لكن ما بلوش كابتن أهاب أنا بس ممكن أقول لك التشكيل بس هو اللي أقدر أتكلم فيه هما النقطاطين دول بس اللي لفتوا انتباه بس لكن غير كده ما تقدرش يعني مش قائم هابر نهاردة على على الشكل وعلى الأداء وكده لكن أنا بس بتكلم معاه في المكانين دول خصوصا لكن مكسب الحمد لله الناس كلها بقول لك الحمد لله لك سبنا النهاردة بالشكل المتواضع جدا للفني ده طيب